طيب فيه خبر برضو خاص بمحمد صلاحي ممكن بعض الناس دلوقتي تيجي تقولك وكل يوم خبر عن محمد صلاحي قصة كلها لان انت مش اللي بتختار الاخبار فيه نجوم في العالم هم اللي بيفردوا نفسهم في الاخبار هم اللي بيفردوا نفسهم على الساحة فهيدي النقطة لان محمد صلاحي ممكن كل يوم او كل اسبوع خلينا نقول او كل فترة هو اللي بيقدم جديد وبالتالي الجديد اللي بيقدمه بيعتبر انجاز فالعالم بيتحدث عنه انا دلوقتي هتكلم عن خبر وده تقرير تحديدا صحيفة ماندو دي بيغتيفو او واتفر يعني مش هزا انتقها بالفرانسي الاسبانية اتكلمت عن تقلق محمد صلاح مع الفريق مع فريقه يعني ليفر بول وده كان خلال الفترة الاخيرة اللي هي قبل بدء فترة التوقف طبعا الدولي الحالية وانضمامه للمعسكر الوطني كتبوا كده تحديدا يا الكريم اعتقد دي حاجات برضو تسعيدنا جدا محمد صلاح بيخرج المارد من المصباح من جديد واضاف ان هو افضل لاعب فيه الدوري الانجليزي الممتاز لشهر اكتوبر وصل لمتين هدف في كورة القدم الانجليزية ده كان يوم الحد اللي فات والحيان خلينا نقول صلاح بيواصل تقلقه فعلا وتحطيم كل الارقام القياسية وعنده برضو مهمة صعبة اكيد فيه اللي جاي لانده كل ما بتوصل لنجاح الجديد لازم تحفز عليه وفي نفس الوقت لازم الجماهية بتبقى متوقعة منك كمان الافضل في الفترات اللي جاية فعشان كيف بقول لحضراتكم محمد صلاح هو اللي بيفرد نفسه على الساحة السواء الصحفية او الاعلامية او يعني خلينا نقول الساحة العالمية فطبعا اعتقد حلو ان انت تسمع عن مصري بغض النظر عن المجال اللي بيعمل فيه بس كل فترة انجاز جديد بيقدمه طبعا معنين في الاخر ده ابننا وابننا اللي بشرفنا واللي مصياتنا في المحافل الدولية وفعلا زي ما ناواند بتقول لحضراتكم هي انجازاته اللي بتجبر الكل ان هو يتوقف امام محمد صلاح كانسان وكايقونة وكنموذج وكشخص ملهم فالحقيقة فخر العرب ده وصف ما فيهش مبالغة ومجاش من فراغ بطبيعة الحال بالمناسبة استكمال الكلام لهوند صحيفة دي بورتيفو قالت كمان ان محمد صلاح حتى برقم قياسي جديد ضد براندفورد بعد ما اصبح هو اول لعب للردز يسجل فيه اول ست مباريات للفريق على ملعب آنفيلد في موسم واحد واضفت الصحيفة وقالت ان محمد صلاح اصبح هو اول لعب كرة قدم افريقي بيحقق هذا الرقم في المباريات الرسمية في كرة القدم الانجليزية ما بين الدولي الانجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطة والدرع الخيرية والمسبقات الاوروبية المختلفة واشرت كمان الصحيفة الى انه من بين تلك الاهداف المتين اللي حققهم منهم 198 كانوا مع الليبربول واثنين فقط مع تشلسي فالحقيقة انجازات كالعادة مبهرة لمحمد صلاح وبنتمنى له المزيد من النجاحات والمزيد من التوفيق وبنتمنى ان يكون عندنا المزيد من النماذج المصرية النجحة بالشكل ده والمنتشرة في الدوريات الاوروبية احنا الفترة الاخيرة كلنا بنشيد الحقيقة في اكتر من حلقة باداء لعبتنا المصريين في الدوريات الاوروبية المختلفة الدوري التركي الدوري الالماني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي بطبيعة الحال محتاجين ان احنا نزود من ده عشان في الاخر هما اللي بيشكلوا منتخبنا وهم اللي بنتعكز عليهم عند لزوم انجاز التعبير بنتمنى للمحمد صلاح كل التوفيق ان شاء الله انا بطفي معاك عشان ده يحصل طبعا فيه خطة لازم بتوضع بشكل كبير جدا لبعض الدول اللي هي بتهتم بتطوير كورت القدم والمنتخب عندها وده بيبدأ من قاعدة الناشئين في الاندية المختلفة اللي تكلمنا عنها اكتر من مرة ده البيس ده الاساس اللي بتبني عليه واللي بتشوف بعين من بعيد كده اللي جاي ده للمنتخب هيكون عامل ازاي ده من خلال الفرق بتاعت الناشئين للاندية المختلفة فمهم جدا جدا ان ده يتم الاهتمام بيه كخطوة كمان اولى وبعد كده طبعا زي ما انت بتتكلم يكون فيه تطوير للمنظومة وغير وغيره من الدعم اللي لازم يكون متوفر عشان تقدر في الاخر تقول انا عندي منتخب قوي زي ما دول كتيرة اشتغلت وحققت ده وبالمناسبة من غير رؤوس اموال متدخلة بشكل كبير لان مشارط تدقل رأس الاموال في كرة القدم هي المعيار او هو المعيار الوحيد للنجاح المنظومة ابدا لا تقاس بهذا الشكل شفناه كتير جدا تجارب دخلت فيها رؤوس الاموال وفشلت فشلت فعلا يعني اشتركوا في القناة